السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أتمنى أن يكون الجميع بخير وعلى خير إن شاء الله واليوم ما جيتش باش نعطيكم فيديو جديد ما قدرتش ننزل عندي الفيديوهات وما قدرتش ننزل لأن الحساب هالظروف اللي كنعيشها احنا في المغرب وكذلك في ليبيا البلد الشقيق ولهذا كنطلبو المغفرة والرحمة للناس اللي ماتوا وكنطلبو الشفاء العاجل للناس اللي جرحا وكذلك في حالة حريجة نتمنوا لهم الشفاء العاجل وكنعزرو الناس اللي توفوا لهم العائلات ديالهم والله يكون فعونهم والله يعودهم خير والصبر وكنشكر من هالب منبر الأخت أميرة المصرية اللي أخذت الهاتف وتكلمات معايا للإطمئنان وكذلك الأستاذة نوها حتى هي مصرية وكذلك الأخت إيمان من المغرب وأخوات من المغرب كذلك وكان اللي كتب لي عبر اليوتيوب كنشكرهم كاملين جزاهم الله خيرا رغم أني أنا كان تواجد مدينة آسفي اللي عرفات هزة أرضية خفيفة ليست كمدينة مراكش والنواحي والمدن الأخرى اللي كان فيها خسائر مادية وفي الأرواح كذلك أما بالنسبة للإعانة أو المعاونة الناس اللي عندها أي عندها باش تتعاون هاد الناس تبعت لهم مثلا مال أو مأونة أو غطاء أو أي شيء هم محتاجين الآن بزفت الحويج وتبارك الله للناس دي المغرب وخارج المغرب لإعانة اللي كتوصلهم جزاهم الله خيرا وهاد الشيء كيتحسب لهم في ميزان حسناتهم أما الناس اللي ما عندهاش أحسن شيء هو دعاء ترفع أكف دراعة لله سبحانه وتعالى أدعي لهذه الناس بالرحمة أدعي لهم الناس الآخرين بالشفاء العاجل صراحة بقوا فينا بزاف وكيف كي يقولوا الناس العين بصيرة واليد قصيرة ما قدرناش نوصلوا لعدهم ونعاونوهم ولو بالقليل وكنشكر من هذا المنبر الدول الأجنبية اللي ساعدتهم وباقة تساعدهم جزاهم الله خيرا هكذا يكونوا تكون الإنسانية رغم اختلاف الديانات سبحان الله وبالنسبة الناس اللي توفولوا مع عائلاتهم وبالأخص الأطفال الصغار لازم ما توقفوا معاهم الناس اللي بقراب لهم لا بد ما يوقفوا معاهم لأنهم دبا راهم مرضو نفسانيا وبالأخص لطفل صغير أو طفلة صغيرة فقدوا أعز الناس لهم أي الأب والأم ديالهم والناس اللي غادية تمشي تعاونهم لا بد ما تاخد الحيطة والحضر لأن هديك المناطق الجبلية يردوا بالهم من الأحجار اللي كانت ساقط ومن الطرق الوعرة نتمنى أن الضحايا ديال هاد الزلزال تلقاوا العون لأن هاد الفترة غاليدخل فصل الشتاء ولو أن باقي ما وصل فصل الشتاء ولكن كيكون عندهم البرد القارس نتمنى أن نقوا الدعم الكافي باش يعيشوا احتهما بحال الناس الآخرين وكنشكر جميع الجمعيات والمحسنين وعلى رأسهم جلالة الملك محمد السادس نصره الله الله يعطي صحيحته والله يخلينا تاج فوق رؤوسنا نحن المغاربة وآخر شيء أدعي نتمنى من الله الاستجابة اللهم ارحم موتانا ضحايا الزلزال واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم لقنهم حجتهم وتبتهم بالقول التابت عند سؤال الملكين اللهم اكتب لهم الجنة جزاء لما لقوه لحظات الموت من ألم والفزع وألهم دويهم الصبر والسلوان يا أرحم الراحمين اللهم اخرج المفقودين من تحت الركام اللهم نجهم كما نجيت يونس من بطن الحوت اللهم نجهم كما نجيت يوسف من غيابات الجب اللهم نجهم كما نجيت إبراهيم عليه السلام من النار اللهم نجهم كما نجيت موسى من فرعون يا رب اللهم أخرجهم بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا كاشف العجائب ويراد كل غائب اللهم ردهم سالمين إلى أهلهم